اعلنت السيدة سارة احمد بحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عن استقبال مملكة البحرين لاثنتين عشرة سفينة سياحية خلال شهر ديسمبر الجاري بالتزامن مع احتفالة موسم اعياد البحرين الفين واربعة وعشرين واكدت بحجي ان استقبال مختلف السفن السياحية الفاخرة يبرز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة في المنطقة مما يعكس تنوع الخيارات السياحية المتميزة التي تقدمها البحرين للسياح القادمين على متن هذه السفن مضيفة ان هذه الزيارات تمنح السائحة فرصة الاستمتاع بفعاليات موسم اعياد البحرين الفين واربعة وعشرين وتجارب السياحة الشاطئية الشتوية الى جانب زيارة الاسواق التجارية والمجمعات والمواقع التراثية والاثرية واشدت بحجي بجهود تحالف كروز عربية الذي يضم البحرين وابوظبي ودبي وعمان في الترويج لمنطقة الخليج العربي كوجهة سياحية واحدة متميزة للسياح الدوليين وتعزيز السياحة البينية بين دول المنطقة اشتركوا في القناة